اشتركوا في القناة وجدها سوداء وليست جميلة فهجرها في ليلة الزفاف وترقها مما آلمها فلما استشعرت زوجته ذلك ذهبت إليه وقالت يا أنس لعل الخير يكمن في الشر فدخل بها وأتم زواجه ولكن استمر في قلبه ذلك الشعور بعد مرضاه عن شكلها فهجرها مرة ثانية ولكن هذه المرة هجرها عشرين عاما ولم يدري أن امرأته قد حملت وبعد عشرين عاما رجع إلى المدينة حيث يوجد بيته وأراد أن يصلي فدخل المسجد فسمع إماما يلقي درسا فجلس فسمع فعجبه وانبهر به فسأل عن اسمه فقالوا هو الإمام مالك فقال ابن من فقالوا ابن رجل هجر المدينة من عشرين عاما اسمه أنس فذهب إليه أنس وقال له سوف أذهب معك إلى منزلك ولكنني سأقف أمام الباب وقل لأمك رجل أمام البيت يقول لك لعل الخير يكمن في الشر فلما ذهب وقال لأمه قالت أسرع وافتح الباب إنه والدك أتى بعد غياب لم تقل له أنه هجرنا وذهب لم تذكر أباه طول غيابه بالسوق فكان اللقاء حارا هذه هي الزوجة الفاضلة وهذه فعلا أم الإمام مالك نصيحة لا يقص الجمال بالمنظر بل بالجوهر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا 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 شكرا